مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة جدا روعة اللي هو الباخمري او الخمير الحالي انا نزلت لكم الطريقة بس اليوم مختلفة اليوم عملناه بدقيقة البر او طحين البر او الدقيقة الاسمر زي ما نقوله حاجة روعة واذا قربتوا بدقيقة البر انا متأكدة ممكن تستغنوا عن الدقيقة الابيض انكم تعملوا فيه لانه لذيذ جدا لذيذ جدا بدقيقة البر وخلونا نشوف المقادير وطريقة التحضير جدا سهلة وان شاء الله بهذا الفيديو ينطفخ معاكم الباخمري او المندازي او الخمير الحالي تمام انضبط معاكم تمام تمام هنا عندي دقيق بوركوب من دقيقة البر انا استخدمت دبي اماراتي دبي اسمه جيبه من العطار انا قبته معايا من السعودية بس لاني قبته من العطار لازم اصفيه لانه مرة الاقي حبوب لسا يعني عادة ما انطحنتش هنا عندي سكر وهيل وهنا عندي حليب بودر وخميرة كل مقادير بكتبلكم ايها بصندوق الوصف ورشة بسيطة من الملح كده خلطو تمام الان ضيفوا ملعقة كبيرة من الزيت قالوا لي لما اضيف نعم الزيت وافركه مع الدقيق ميخليش الباخمري او الخمير الحالي او المندازي يشرب زيت فانت مفرقو الزيت او الزبدة ايش ما استخدمتو مع الدقيق اول بعد كده ابدأو اضيفو الماء هنا اضفت رشة من حبة البركة وهو اختياري هنا اضفت الماء العقينة لازم تكون متماسكة ما تكون شطرية لاني دخلته عقينة الباخمري او اي نوع عقينة للقلي كثير خفيفة تشرب زيت فالباخمري تكون شوية متماسكة هنا شوفو ناست ما اضيف البكنج بودر فاضفت طرف الربع الملعقة بكنج بودر وهو اختياري بس اني متعودة بالباخمري اضيف شوية بكنج بودر وكمان اضيف رشة من الفانيليا اي حاجة بقليها اضف لي رشة من الفانيليا وهو هاد الشي اختياري بعد كده بدت اعقينة شوفو كيف العقينة متماسكة بنفس الوقت طرية بس ما تتلصقش باليد انتبهوا اذا كانت عقينة الباخمري او الخمير هذا الحالي طرية بتشرب معاكم زيت وكمان بتتعبكم ممكن ما تنتفخش بعد كده رشيتة كده بالزيت وخليها ترتاح يعني خليها ترتاح نس ساعة يعني ضاعف حقما شوية او انت ممكن بتعرفوه كمان بعد ما ترتاح كده بعد نس ساعة اضغطوا عليها بيدكم اذا حسيتوا ان العقينة معد رقعتش معاكم يعني مرتاحة نفس كده شوفوا معد رقعتش معايا العقينة يعني تمام ارتاحت خلاص الان برش كده الكاونتر شوية من الدقيق او السطح يعني برشوية لترشوش كتير من الدقيق وبدأوا فردوها ما شاء الله شوفوا كيف تنفرد بسهولة يعني مرتاحة بنفس الوقت ما تتلصقش ولا انتم تخلوها القاصية عقينة قاصية لا يعني هي تكون طرية بس ما تتلصقش باليد وسط العقينة لا هي طرية كتير ولا هي كمان قاصية كتير فانتم شايفين كيف العقينة كيف تكون بنفس الوقت حلوة لان فردته لا تخلوهش كتير رفيعة ولا كتير سميكة اذا بتخلوه رفيعة بتقع معاكم يا بسا لما تنقليو اذا خلتوه سميكة بتقع داخلي لوب او عقين فنحن نشتيا يعني وسط انتم بتشوفوا الان كيف فردته وبدأت اقطعه ممكن تقطعوها دائرة كبيرة تقصموها يعني دائرة كبيرة وبعد تقطعها زي المثلتات عرفتو ارباع كله تقدروا تعملوا زي ما تحبوه لان شوفوا كيف السماكة ما شاء الله خاصا انا بحطي كده على فوطة وخليه ترتاح على بل ما حمي الزيت هنا سخنت الزيت حميته تمام اعملوا تيست تقريبي خدوه قطعه وحطوها بالزيت اذا اول ما حططوها بالزيت بدأت حمرت كده طافت كده على طول انقلت وتحمرت يعني ممتاز ابدأوا يقلوه بدأوا يقلوه البخمري او المندازي او الخمير الحالي لانو الزيت اذا ما كانش حامي تمام البخمري او الخمير ما بنتفخش معاكم فلازم الزيت يكون تمام ساخن نفس تعملوا التاست تعملوا التقربة دي وان شاء الله يضبط معاكم ولازم كده ترشو شوفوا كيف ارشو بالزيت هده ليش تقليه على واحدة واحدة لانو عندي المقلة عندي صغيرة يعني تتحمل اثنين او واحدة عشان اذا حطط اكتر من واحدة ما بعرش اطرش كده بالزيت فعرفت عشان كمان اذا عملت بكبير بيستهلك معايا زيت كتير فخلاص اني كده واحدة واحدة واخلص الحمد الله او اني افضل المبتدئات تبدأ على حبة حبة تقلي بعدين زودي بعدين ما شاء الله افتحي الطريق زودي كل شوية زيدي حبة فهذا اول واحدة يعني المبتدئات واللي منتفخش معاهم ابدأوا اقلوها حبة حبة وان شاء الله بعد كده ان شاء الله تحطوا عشرة وشوفوا ما شاء الله كيف وبدأوا كده ترشوها بالزيت شوفوا كيف نطفوشها بالزيت عشان تنتفخ قالت لكم الزيت يكون حامي النار وسط خلوه اول حمو الزيت بعدين وطوه خلونا للوسط وبدأوا اقلو مش تخلوها يعني الزيت قدوه يخرج دخاخين حامي كتير خلاص قدوه يحرق الزيت لا بيرقع في بيرقع بالباخمري زي المنقط حبوب بترجع كده زي المنقطة يعني الزيت كتير حامي كتير كتير فانتم الزيت لا حموه ونفس عملوا التست نفس ما قالت لكم التقربة اول ما تحطوا قطعات شوفوا انها تحمرت على طول طافت وتحمرت خلاص حطوا وبدأوا اقلو الباخمري وان شاء الله تعملوا قلد باخمري او اولد مندازي وقربوا الصراحة بدقيق البر جدا روعة وصراحة الباخمري او الخمير اني كمان بسفرة رمضان لازم يكون موجود وخصوصي مع العتر نحنا نقدمه مع العتر في عدن في عدن نسميه خمير حالي والحضارم نسموه باخمري لكن هو اساسا من كينيا مندازي وكمان امان يسموه مندازي كمان لكن هو اساسا اسموه مندازي الاصل الاصل هو كيني الاصل اصحاب كينيا يعني يعملوه بس وانحنا تعرفوا اخذنا كده وهنا تعالونا كلهم مع العتر وان شاء الله بنزلكم العتر بالفيديو التاني بس والله دعواتكم لصوتي رايح يعني حاولت اني اصور لكم بقدر عندي فيديوهات وعدتكم اني انزلكم فيديوهات بس يعني الصوت يعني سبحان الله نحنا نقول قول وربنا اكتب لنا يعني شي ثاني الحمد اللي على كل حال وقربوا الصراحة الخمير الحالي او الباخمري مع العتر قدروا عائدة انتم عدانيا يعني اصل اكيد بتاكلوا الباخمري او الخمير مع العتر لانه العدانيا نحنا ناكل كده العتر مع الخمير وهنا شوفوا لما كنت في الرياض ما كانش عندي بيلام او فرادة كنت افرض بعلبات الشطة وسويت الباخمري بالدقيقة البر اضم استخدمت فوم دقيق فوم بر او كان من العتر بس كان في بنو خالة كتير وماشاء الله كان كمان لذيذ صراحة كان لذيذ جدا واني الان بطلت عد اعمال يعني معد اعملش الباخمري او الخمير يعني بدقيقة ابيض اعماله بدقيقة البر لانه يطلع لذيذ ممكن فيما بعد اخلط وكمان حباني اقولكم انه عقينة الباخمري تتفرزن اني اعقين وقصمه باكيئة يعني اقصمه كرات وافرزنه وقت ما احب اطلعه تدوب تفك وافرده واقليها تقدروا تفرزنوها عادي تقلاش شهر وشهرين بالفريزر ما تتغيرش ابدا وكمان كتير بتنفعكم اي حد اقا عندكم خاص تطلعوها تفك وخلاص تفردوها وتقطعوها وتقلوها كأنكم عملتوها يعني جدا حلوة بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركو في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكو كومنتس حلو منكم وكمان شاركوا القناة مع احبابكم عائلتكم اصحابكم شاركوا الفيديو مع اي احد يحب الطبخ ويحب الاكل ويحب يشوف الطبخات يعني وكذا انا حاب انكم كذا تشاركوا الفيديو مع احد يحب الاكل والطبخ فقط اما اللي ميحبوش الطبخ والاكل خلوهم يعني يأكلوا بس معانا وبس والله ان شاء الله يكون عقبكم الفيديو وتطبقوه وتقولوا ليه هده نحنا قربنا الباخمري وضبط معانا وطلع زي الفل وبس والله بالعافية ليولوكم صوم مقبول وافطر شهيد